موسيقى 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 ههلا بكم معايا في المعلومة على وكل يوم معلومة جديدة عن اللغة الانجليزية واول معلومة معايا من هاردة هي هتكون عن كلمة خلي بقى اننا بنضاهززايا عشان كتير جدا من الناس عندهم خطأ شائع كده ومن كتر ما هو بقى شائع بقى الناس بتفكر ان هو كده وكمان بيت بتدرسه ان هما بيقولوها ولكن ده مش صحيح ايه الدليل على كده؟ ان القاعدة في الانجليزي في الصوتيات بتقولك لو الصوت بتاع تجي في الاخر ولا جي بعديل صوت ساكن ولا متحرك في الحالة دي بتنتقوا زي حرف الث تمام طيب اما بقى بالنسبة للناس اللي بيقولوها بالطريقة دي كده فدول طبعا غلط ليه؟ لان هي اصلا لا وذ ولا تمام كده؟ طيب اي حد بقى هيقولك ان انت لازم تطلع لسانة وكتولها او كان حد بيقولك طلع لسانك وقولها عشان تبقى كأنك ويروش عليك طبعا انت الوقت اكيد نفسك تقوله طيب خلينا بعد دلوقتي نعمل كده على الكلمة على طول ونشوف بتكتب الزيب العربي عشان ما ننسهاش مرة كمان طب مرة كمان بقى تمام كده؟ يبقى هي لوز ولا لو عجبتك المعلومية بتاعت النهاردة ما تنساش تعمل لايك عشان هايزين الفيديو ده ان شاء الله كده يوصل لخمسمية او الف لايك زي ما انتو حابين يعني اه وطبعا انتو شهيروا على الواتساب او على الفيسبوك وما تنسوش تنضموا للجروب بتاعنا على الفيسبوك والصفحة كمان بنفس عنوان القناة ولو عجبك بقى المعلومية وعايزة توصل لك كل يوم اعمل اشتراك في القناة وفعل جرس اشعارات ودوس على زر الجرس عشان على طول يوصلك المعلومية اول باول احب اقولك بعد الوقت او اقولك شكرا انكم كنتوا معايا في المعلومية شكرا